الزيت الكمبلة. شايفين لمعة الزيت. على الشعر. نعومة. طراوح. تطويل. تطويل الشعر بيطول معيك بطريقة جميلة جدا. في وقت قياسي. شايفين? تفرجوا. لمعة الزيت اهو. جميل جدا جدا يا بنات. تركيبة جديدة ضفنا لها حاجات جديدة وخلاصات جديدة. وزبدة شيء غاني. بتدي لمعة وطراوة للشعر يعني بالتلات ايام مش هتحتاجي تحط حاجة على شعرك. اللمعة يعني الكاميرا كمان ظلمة. مش اعطيها له حق. وبالتلات ايام شعرك بيفضل ناعم وطري جدا كأنك عملة حمام كريم وحمام زيك. اهو. الزيت والكمبلة يا جماعة. للتطويل والتساقط والتنعيم والترطيب. وفيه كمان متوفر منه بلس بالجاز. اهو. شايفين اللمعة? شايفين التروط الشعرية? شايفين تروط الشعرية ونضرت الشعرية قدامكم اهي? شايفين الصحة? اهو. 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 ازايكم يا جماعة? عاملين ايه? النهاردة بقريكم تطبيق زيت الكمبلة على الشعر. بصراحة الزيت التركيبة الجديدة ضيفا له خلاصات جديدة. الزيت حلو جدا جدا زي ما انتم شايفين? اهو. لا هتحتاجي تعملي حمام كريم ولا هتحتاجي تعملي حمام زيت. الزيت حلو جدا جدا جدا. اهو قدامكم اهو زي ما انتم شايفين? شايفين? شايفين التروة? بيمنع التساقط بيطول الشعر. اهو. هتطول الشعر معاك حلو جدا جدا. شايفين? كل نعمة وطروة للشعر فزيعة. فزيعة يا بنات شوفوا المشت? شوفوا المشت اهو. مشي الواحد. يعني ممكن اسرح بصوابع كمان. شايفين الطروة? شايفين طروة الشعرية? بصوا للشعرية بصوا للشعرية سيرم زيوت خفيف خفيف عالشعر خفيف عالفروة سيرم زيوت هندية خفيف عالشعر وخفيف على الفرو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والسلام على رسول الله اهلا بكم في قناة وصفات من الاخر للبنات اللي مشتركوش في القناة يشتركوا فضلا ولو يجبكم الفيديو دوسوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم اشعارات بكل جديد قدمه في القناة ان شاء الله النهاردة بازن الله هتكلم عن موضوع قلب السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت وهو الجاز الابيض للشعر او الجاز المنزوع الرائح ريحته خفيفة جدا جدا ريحته طيارة مش بتبا واقول لكم لو ساب ريحة بسيطة تعملوا ايه الطريقة اللي ما تخلوش يظهر بيه ريحة في شعركم اول حاجة هنعرف ايه هو الجاز ايه فوائد الجاز ايه اضرار الجاز ليه عامل الابان على السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت وهنعمل ايه والخلاطات اللي هنحطها عليه علشان يدينا النتيجة اللي بنتمنى اول حاجة الجاز ده هو مشتق بترولي يستخرج من باطن الارض ومسمى باسم تاني اسمه الكيروسين ليه طبعا مميزات وليه طبعا عيوب زي اي شيء واي شيء لو زاد عن حد طبعا بيتقلب لضد لما تجربوه سدهوني مش هتسدهون النتائج المزهلة للشعر هتشوفو بعينكم انا يعني انا ما جبتوش كده على طول واستخدمته انا عملت بحس كتير وجبتو الاول جربته قبل ما اشتغل فيه جربوه ما تقلقوش النتيجة حلوة قوي 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 مزهلة بجد انا ما كنتش بشتغل فيه الاول بس لما سمعت عنه عامل قلبان عالسوشيال ميديا عملت بحس كبير وسيرشي كبير عنه اه وجبتو جربتو الصراحة النتيجة وزهلت بالنتائج بتاعتو للشعر لازم نستخدمه بالطريقة الصح عشان يجيب نتيجة فيه ناس كتير بتقول ان الجاز مدر انا جبتلكم ان شاء الله في الفيديو ده خلاصة كل شيء عن الجاز هو مدر في حالة واحدة فقط لو استخدمناه على فروة راس حساسة مباشرة فيه ناس بيبقى فروة الراس بتاعتها بتبقى حساسة ما ينفعش نحط عليها الجاز مباشرة انما الناس اللي فروت راسها قوية عادي بس هو ما بيتحطش على فروة الراس لا حساسة ولا قوية مباشرة لازم لطريقة استخدام معينة لازم تستخدميها بحزافرة علشان تشوف النتائج المزهلة بتاعته لو نفست الطريقة اللي بقول عليها بحزافرة اوعدك شعرك هيت الهايطول لو فيه تقصف او شعر هايش او شعر باهت كل ده هيختفي ان شاء الله الجاز لخمس فوائد محددة فقط لخمس فوائد فقط اول حاجة تقوية الشعر وهقول لكم ليه ازالة قشرة الشعر علاج التقصف تنعيم الشعر قتل حشرات الشعر او التفاليات اللي بتظهر في فروة الراس بيعمل لنا تنشيط للدورة الدموية في فروة الراس فبالتالي الدم بيوصل للبصيلات فبالتالي بيقوي البصيلات وفي التالي الشعر بينمو بيعمل ازاي بيعالج التقصف بيعمل تغليف تغليف للشعراية بيمنع التقصف لو لاحظنا زمان الجدات كانوا بيستخدموه زمان جدا وكانوا بيخلطوه مع الزيت الطبيعي ونلاحظ زمان الشعر البنات كان تقيل كان طويل استحالة تلاقي فيه شعراية مقصفة استحالة تلاقي فيه شعراية فيها هيشان استحالة تلاقي حشرات الشعر لان كانوا بيستخدموه بطريقة صح وكانوا بيضفوه للزيت الطبيعي بتاع الطعام كان عامل ضجة كبيرة جدا زمان ورجعت الضجة دي اشتغلت دلوقتي على السوشيال ميديا لما طلعت بعد الفنانات قالوا ان ذو السبب طول ونعومة شعرهم ولمعان شعرهم اللي هو الجاز وان هم بيستده السر مش معقول الفنانين بكل السروات اللي عندهم والفلوس اللي عندهم هيسيبوا جلازات المزو سربي وجلازات البلازمة للشعر ويروحوا يستخدموا الجاز فالموضوع ده اصار فضولي واصرت ان انا اعمل بحث واشوف ايه الجاز ده وبيعمل ايه للشعر وجبته فعلا وجربته فعلا وشوفت النتائج المزهلة بصراحة نتائجه قوية جدا 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 بيفرق في طول الشعر في نعومة الشعر في لمعان الشعر اتمنى تجربوه بس هقولكوا على الطريقة ايه اللي تجربوه بيها الطريقة الصحيحة لازم تنفزوها بحزافرة علشان تشوفوا النتائج المزهلة للجاز اول حاجة هو يلاب يتخلط مع الزيوت او مع حمام الكريم ازازة الزيت بتاعتك هتضيف عليها تلات معالق من الجاز وترجي الازازة كويس جدا بعدين تخسلي شعرك كويس جدا وتنشفيه وتجيب المشت وتدهني الزيت كأنك عاملة حمام كريم وتوزعي وتسرحي كويس جدا جدا وتعودي بي نص ساعة من ساعة او نص ساعة وتخسلي شعرك حلو جدا دي الطريقة مع الزيوت في طريقة تانية مع حمام الكريم بتقلبي معلقتين بتقلبي معلقتين من الجاز مع حمام الكريم بتقلبي كويس جدا جدا وبتدهنيه برضو وتفضل تسرحي لحد ما الشعرية تتشرب من حمام الكريم وبعدين برضو بتعودي نص ساعة وتغسليه الخطوتين دول بيتموا كم مرة في الاسبوع مرتين تستخدموهم مرتين في الاسبوع لو الزيوت يبقى مرتين في الاسبوع حمام الكريم مرتين في الاسبوع لو عايزة تستخدميه يوميا يبقى في الزيزة تانية الواحدها مع الزيت هتضفي معلقة جاز وترجيها كويس جدا جدا ويدوب صابعك كده وتدلك فروة الراس وتسرحيه. تاني يوم تغسليه. الجاز طبعا ممنوع استخدام البروكاب مع الجاز ما ينفعش نستخدم البروكاب او اي مصدر حرارة او تدخل المطبخ وانت حطها الجاز. للاطفال بنستخدمه للاطفال ما ينفعش الاطفال من سنة خمس سنوات بلس لو انت اللي هتستخدمه لها. ما ينفعش الاطفال يستخدموا الحاجات دي لوحدهم. اتمنى تجربوا الجاز وهتشوفوا فعلا نتايج جميلة جدا جدا هيفرق فيه. فطول الشعر عندك في لماعان الشعر في تقصف الشعر في هيشان الشعر في القشرة مش هتلاقي قشرة خالص خالص. انا قلت هو بديل البروتين والكرياتين. ما نحطوش من الازازة كده على فروة راسنا. ما ناخدوش من الازازة ونحطه كده خام على فروة الراس. لا. لازم يدخلط مع الزيوت او بيدخلط مع حمام الكريم. جربوه وقولولي رأيكم ايه? شكرا.